تلفزيون البحرين قدمت خمس وثائق لمحكمة العدل الدولية تثبت حقوقها التاريخية ولم يكن أي منها محلا للتشكيك في حين قدمت قطر أكثر من 82 وثيقة مزورة لمحكمة العدل الدولية ولم تكن محل اعتبار يعني مثلا البحرين قدمت خمس وثائق وكانت هذه الوثائق معتمدة واعتمدت عليها كذلك الهيئة الدولية بقضاعتها وبشخصياتها القانونية الكبيرة ولم تكن هذه الوثائق يعني محل تشكيك لماذا؟ لأن هذه الوثائق كانت وثائق وثائق حقيقية ووثائق أصلية بينما الوثائق الخطرية 82 وثيقة وكثر كانت مزورة والمحكمة اكتفت فقط بالالتفات عنها أو بعدم اعتمادها أو قبولها في الدعوة يعني الحقوق التاريخية ومن ضمنها حق السيادة هذه الحقوق يعني لا تسقط بالتقادم ومن أخطأ ومن قدم شيئا مزورا في نهاية الأمر الحقيقة ستكشف ذلك